موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية ترأس محافظ الشبوع عوض بن الوزير اجتماعي لإدارة البحث الجنائي وهيئة مكافحة المخدرات لمناقشة العديد من القضاء المتعلقة بالأمن العام الإلكتروني في مركز المحافظة حيث جرى مناقشة الجانب المتصلة بتفعيل دول عقال الحارات المسؤولية لحياء السكنية ضمن الخطط الأمنية والإجراءات المتبعة لها في سعي لتعزيز الاستقرار وتوفير الأمن لمواطني وزائري محافظة شبوة واستعرض مدير البحث الجنائي وهيئة مكافحة المخدرات الجهود المبذولة لحد من الجريمة والحفاظ على الأمن الداخلي والسلم المجتمعي وصحة وسلامة الشباب وأشار الاجتماع بأنه تم تغطية مدينة عتق بنسبة 80% بكاميرات مراقبة الفيديو عالية الدقة عبر إلزام المحلات التجارية وأصحاب العقار السكني بذلك كما اطلع المحافظة على تقسيم الأمن لمدينة عتق الذي تم مضاعفته من 4 إلى 10 مربعات أمنية تنتشر بها الدوريات بعمريات مشاركة موحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة وجه المحافظة بمساندة الأجهزة الأمنية ذات الصلة بخصوص الأمن الإلكتروني مشددا على دورة تواجد موثلي الأمن السياسي في النقاط الأمنية بمداخل المدينة المختلفة تفقد محافظ شبو عوض بن الوزير أعمال تطوير حديقة عتق المركزية للملاهي شبو لاند للوقوف على منتهت إليه الأعمال الجارية وإلزام المستثمر بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية بها وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية المتمثلة بتجيز أماكن للعائلات المخصصة لهم والفنية المتمثلة بالتوريد وتركيب العديد من ألعاب الأطفال حسب الدراسات وتصاميم المعدة سابقا وأكد المحافظ على أن حديقة شبو لن تعتبر الأولى في محافظة شبو وستكون واجهة ترفيهية فريدة لأطياف المجتمع المحلي وشيرا إلى قرب موعد افتتاحي الرسمي مشددا على أهمية ضبط تسائرة الدخول وخفض تعريفة الألعاب والخدمات المقدمة لملاءمة شرائح المجتمع المختلفة وكذا الالتزام بمعايير السلامة العامة تفقد وكيل محافظة تعزل الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبر إدارة شرطة السير وإدارة الهجرة والجوازات والبحث الجنائي للاطلاع على احتياجاتهم ومستوى الأدام التفاصيل في التقرير الذي عدته زميلة نعام خالد تفقد وكيل محافظة تعزل شؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم صبري برفقة نائم مدير عام شرطة تعزل عقد أنينس الشميري ومدير عام شؤون الأفراد بإدارة عام شرطة تعزل عقد سمير القدسي إدارة عام شرطة السير وتحدث معهم عن دورهم الإيجابي والمشرف الذي يلمسه المواطن في الطرقات والقولات والذي يعتبر وجودهم بالبزة العسكرية لشرطة السير تعطي المواطن ثقة واعتزاز ببدينته التي ترتقي دائما من أجل الأمن وسلامته وكما زار إدارة الهجرة والقوازات بتاعز وكان باستقبالهم مدير عام القوازات بتاعزل عقد دكتور منصور العبدالي والذي بدوره طاف بأقصام إدارة الهجرة والقوازات وأطلع صبري والشميري والقدسي على أبرز الإنجازات التي تميزت بها إدارة من الاهتمام بالمواطن وحفظ ملفاته بشكل إلكتروني وورقي مما يضمن الحفاظ على معلومات المواطنين وسهولة استردادها في حالة فقدانها أو إتلافها مع عملية ترتيب استقبال طلبات قطع القوازات والمطابقة إلى استلام القواز ومن ثم انتقل بزيارتهم إلى مبنى البحث القنائي والذي كان باستقباله العقد الصادق الحسامي والذي بدوره أطلعهم عن إنجازات البحث القنائي في ظروف تحتاج الكثير من الإمكانيات بسبب ما لحق بالمبنى من أضرار عندما كان يتواجد بقربه ميليشي الإنقلاب واكتمع برؤساء الأقصام واستمع للعديد من القضايا ومعاناها التي سترفع للقيادة الأمنية لحلها وقد أشار وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم صبري بالدور الإيجابي الذي لعبه شرطة السير وإدارة الهجرة والجوازات والبحث القنائي بتعز في تعزيز الأمن وخدمة المواطن وكيل محافظة تاعز لشؤون الدفاع والأمن في زياراته المتعددة من أجل إيجاد منظومة متكاملة للأمن ومعرفة احتياجهم نعايم خالد قناة عدن الفضائيات تعز تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي قطاع الملح التابع للمؤسسة في مديرية المنصورة في محافظة عدن وخلال الزيارة الطلع السعيدي من مدير عام قطاع الملح بعدن العميد ياسر محمود محمد علي على عملية الانتاج في هذا القطاع الحيوي العريق الذي يشهد تطورا ملموسا منذ استعادة نشاطه بعد الحرب قال السعيدي أن هذه الزيارة لقطاع الملح تأتي ضمن برنامج تنموي يستادف كافة القطاعات التنموية التابعة للمؤسسة الاقتصادية بعدن ويواكب عملية التحول السياسي الجديد الذي نتج عن اتفاق الرياضة وأوضح العميد السعيدي على أن عودة نشاط المؤسسة الاقتصادية من عدن هي أولوية لقيادة المجلس الرئاسي الذي وجه بعودة المدير العام إليها وسرعة تفعيل عمل نشاط المؤسسة من العاصمة عدن ومنها إلى كافة المحافظات المحررة كما أكد السعيدي أنه خلال المرحلة القادمة ستحظى العاصمة عدن باهتمام خاص يستادف تحسين كافة الخدمات بالتنسيق والتعاون مع قيادة السلطة المحلية مثالة بوزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن أحمد لم لس بما يخدم المواطنين بالمحافظة وقعت جامعة عدن مثالة بكلية الطب العلوم الصحية بحضور رئيس جامعة عدن الأسادة الدكتور الخضر ناصر لصور عقد شراكة مع شركة تيمم حضر موت لاستيراد الأدوية والمستزامات الطبية لتوفير منحة مجانية لطلاب سنة الامتياز لمدة عام كامل وأتمنى الاتفاق على أن تقوم شركة تيمم حضر موت بتوفير منحة مجانية لطلاب سنة الامتياز في كلية الطب العلوم الصحية بجامعة عدن في دبلوم الطب الطوارئ والعناية المركزة على أن تقوم جامعة عدن مثالة بكلية الطب تسهيل كافة الإجراءات لتدشين الدورات وذلك بتحديد موعد يتناسب مع الجدول الدراسي للطلاب ورفع كشف بأسماء الطلاب المقبولين في المنحة كما ينص الاتفاق على أن تكون مدة شراكة لعام كامل يحق للطرفين خلالها تمديد عقد الشراكة في حال الاتفاق وقال عمد كلية الطب العلوم الصحية بجامعة عدن الدكتور عبد الحكيم عمر التميمي إن هذه الاتفاقية مخصصة لرفع مستوى قدرات طلاب السناء الأخيرة في كلية الطب الذين هم على وشك التخرج وهم جزء مهم من تدريب الطالب قبل تخرجه شاكرا جهود رئاسة جامعة عدن وسعيها الحديث لتطوير كلية الطب وحرصها على مواكبتها لكل جديد في مجال التدريب العملي والتدريب النظري وقع الاتفاقية من جانب جامعة عدن عميد كلية الطب العلوم الصحية الدكتور عبد الحكيم عمر التميمي ومدير عام شركة إمام حضر موت الاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور إبراهيم عبد الرحمن العبادي التقى رئيس جامعة عدن الأستاذة دكتور الخضر ناصر لصور بكلية صيدلة وفد إحدى الشركات الصينية المتخصصة والمتقدمة بعرض لبناء وتجهيز مستشفى عدن الجامعي كأحد العروض المقدمة من 20 شركة محلية ودولية وأكد رئيس جامعة عدن أن الظروف اليوم باتت مهيئة لبدء العمل في مشروع المستشفى التعليمي الجامعي المول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مشروعا استراتيجيا هاما لجامعة عدن المجتمع وقال رئيس الجامعة أن هناك منافسات كبيرة من مختلف شركات المكاتب العالمية التي تقدمت لإنجاز هذا المشروع من مختلف الدول كمصر والإمارات والأردن وعمان واليوم نستقبل شركة الصينية متخصصة مشيرا إلى أن هذا التنافس يمثل دافعا وحافزا كبيرا لدى جامعة عدن وتأكيدا على أهمية هذا الصلح الطبي والتعليمي الأكبر على مستوى اليمن ودليلا على قيمة هذا المشروع الاستراتيجي رأس الرئيس التنفيذي للصندوق سيانة الطرق جسورة للمركز الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن المهندس معين محمد الملس اجتماعا مع الجهات ذات العلاقة بقانون الأوزان والأبعاد الكلية ضم الاجتماع وكل محافظة عدن الأستاذ خالد الجوعي ميلاني ومثلو وزارة النقل والغرفة التجارية ومكتب الأشغال العامة بالمحافظة وشرطة سير وتنظيم شؤون النقل البري ومؤسسة موانئ خليج عدن ونقابة النقل الثقيل جرى خلال الاجتماع استعراض شامل لمخالفات التحميل الزائد للشاحنات على مستوى محافظة عدن والتي وصلت لما يقرب من 95% من إجمالية عدد الشاحنات مما يؤثر سلبا على السلامة العامة وإهدار الموارد الاقتصادية ويعمل على تلف شبكة الطرق الجسور وضع الحاضرين ووضع الحاضرون عددا من الحلول الممكنة لخلق آلية إنقاذ أو إنفاذ قانون الأوزان والأبعاد الكلية للمركبات والشاحنات أكد وكيل محافظة المهرة المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت إلى أن الاحتفال باليوم العالمين المتاحف يأتي لتعريف الأجيال الجديدة بتراثهم القديم والأصيل ودعت الوكيلة باكريت خلال مشاركتها متحف الغيضة احتفالاته بمناسبة اليوم العالمين المتاحف الذي يصادف الثامن عشر من ما يوم من كل عام جميع أبناء المهرة لزيارة متحف الغيضة للتعرف عن قرب على إرث وحضارة الأباء والأجداد وعضافت باكريت أن المهرة لديها الكثير من العادات والموروثات التي تميزها عن المحافظات الأخرى وشيرة إلى اهتمام قطاع المرأة بالتراث الموروثات الشعبية خاصة ما يتعلق بالمرأة المهرية مقدمة أشكرها لقيادة السلطة المحلية لاهتمامها بمتحف الغيضة وبالموروثات الشعبية المهرية يواصل أبناء محافظة تعز المطالبة بفتح طرقات مدينة تعز المحاصرة من قبل مرشاة الحوثي في منفذ الشماسي الذي يطل على مدينة على منطقة الحبن التفاصيل في التقرير الذي عدت زميل نحام خالد شباب تعز وشاباتها طواقون الحياة مثل مدينتهم تعز ولهذا تعلموا الإصرار والاستمرار بالمطالبة بحقوقهم المشروعة في فتح طرقات المدينة الرئيسية التي تعتبر حق إنساني وإلزامي بين يعيش المواطنين في مدينتهم بدون حواجز تستمر المطالبات في وقفات متكررة في نفس المنفذ القريب للجميع البعيد بفعل الحربي وقع لمدينة واحدة مدينتين ترنوا لجزئها المفقود في الاتقاه الآخر من المدينة نحن سكان مدينة تعز العام الثامن على التوالي نعيش مأساة الحصار هذه الجريمة التي تجاهلها المجتمع الدولي باستمرار وحتى المبعوث الأمم بهانس جروندبرغ الذي تأمل الكثير من سكان وأبناء مدينة تعز بزياراته الأخيرة إلى أن يحدث حال حالة في هذا الملف إلا أن البند الهدنة بفك حصار مدينة تعز لم يطبق حتى الآن فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية فتح ميناء الحديدة أمام مشتقات النفطية وتبقى مدينة تعز محاصرة بهذه الطريقة البشعة التي يستنكرها المواطنون نحن اليوم نقول من هذه الوقفة بأننا مستمرون في الخروج وفي الحراك الشعبين حتى يتم الالتفات إلى هذه المأساة إن حصار تعز القائر تبعه حياة صعبة ومتعبة للبسطاء وكل من ابتعد عن أسرته في الاتقاه الآخر وأصبح المواطن بين ويلات السفر الطويل للتفاف إلى مدينته وهذا سبب التعب الكثير من كبار السن الذين يحتاجون للمشم لأسرهم وكذا للمرضى الذين يحتاجون للعلاج ولا بد أن يسيرون طريق الموت ليصلوا لطرف الأقرب الحوبان معاناة تقرعها المواطن ويطالب الشباب بفتحها كمطلب إنساني يلم البيت التعزي ويطالب شباب وشابات بالوفاء باتفاق أصبح مهملا من الجميع وهو حق لأبناء تعز المحاصرة نحن اليوم نقف هنا ونشان نفتح الحصار عن تعز الذي دام لمدة ثمان سنوات نطالب بفتح الحصار عن تعز إن شاء الله نتلبي مطالبنا ويفتح الحصار عن تعز ونخلص من هذه المعاناة المواطنين الذي أطاحت كم من من واحد وفرقت كم من من أسره ونحن قريبين جدا فتح طرقات لمدينة تعز التي تعاني الأمرين والإحتياج والفقر أصبح مطلب إنساني أكثر ما هو مطلب سياسي لأن أبناء المدينة عانوا الأمرين وهذا أثر سلبا على الوضع الاقتصادي نايم خالد قناة عن الفضايا تعز تفقد مدير عام مديرية ردفان بمحافظة الأحجة فضل عبدالله القطيبي ومعه رئيس الشعبة المناهجة التوجيه بمكتب التربية والتعليم المحافظة عضو لجنة الاختبارات الأستاذ عبدالحكيم جمران ورئيس إدارة الرقابة التفتيش الأستاذ عبدالباصلت السالمي ومدير مكتب التربية الدكتور عادل البكري تفقدوا جميع النساء الاختبارات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام الدراسي 2021-2022 التي تجري في خمسة مراكز امتحانية وخلال تفقده القاعات الامتحانية في ثانويتين الشهيد لبوزة بنين وصمود للبنات بمدينة الحبيلين دعا القطيبي أولياء الأمور للحرص على إنجاح العملية الامتحانية وعدم التجمهر أمام المراكز الامتحانية حرصا على سير الامتحانات بالشكل المطلوب وتمنيا التوفيق على الطلاب مقدما الشكر للجهات الأمنية على المساهمة الفاعلة في تأمين المراكز الامتحانية اختتمت في عدن ورشة العمل الخاصة بتعزيز دور القيادات المحلية في مساندة المؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي سعى خلالها المختصون إلى إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها المواقع الأثرية في مدريات التواهي وصيرة وأبرزها البناء العشوائي في المواقع الأثرية مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل لبيب شهادة اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدم فعاليات ورشة العمل الخاصة بتعزيز دور القيادة المحلية في مساندة المؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي والتي رضمها الصندوق الاجتماعي بالشراكة مع منظمة اليونيسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي الورشة التي تأتي ضمن مشروع تعزيز فرص كسب العش لشباب المناطق الحضارية يشارك فيها نحو 30 مشاركا من السلطة المحلية في مديريتين التواهي وصيرة بالإضافة إلى ممثلي لجانة المجتمعية وممثلي منظمات المجتمع المدنيين نحتاج إلى قوانين تنفذ بالواقع حتى نحافظ على هذه العثار في عندنا أمثلة كثيرة منها ساعة بيكبين وليتل بيكبين التي في التواهي مثلا فنلاحظ أنه كيف تداخل العشوائي إلى أن ما موصلوا إلى الحرب نفسه الذي نحن عاملين عليه السور فبالتالي هذا يأثر حتى من المنظر لو طلعت أي إنسان طلعت كزائر للمدينة فيتفاقع بالكتلة الخرسانية المتواقدة حولنا الساعة هذا مثل من عدة أمثلة فلو نمر من هذه الساحة إلى غاية مثلا كريسانت هوتيل نلاحظ عندنا أكثر من مباني أثرية وإرف فنتمنى من الجهات الرسمية حتى نقضي على هذه الأمور السلبية المنتشرة في المجتمع والذي أثرت على هذه المباني التي بالنسبة لها تعتبر إرف وموروث ووطني نحن نحاول الآن في هذه الدورة نعمل حصر للمباني الأثرية التي هي موجودة داخل كريتر وعدم إنهاكها والعبت فيها نحن نضطر الآن نعمل حصر للمباني وبعدين نشرع لها قانون كيف الحفاظ عليها علشان لأن البناء العشوائي طغاء على المنطقة الأثرية بشكل غير طبيعي رغم أنه عندنا نحن تراث يستفاد منه إلى اليوم والليلة مثل الصهاريج أنت تشوف اللي ينتهك في الصهاريج لأنه ما فيش قوانين التي ضبطت المسألة في عدم البناء وعدم التعدي على حرمة هذه المباني عندنا مثلا مكتب التربية عندنا القلعة قصيرة الآن تم العبث فيها إذا لم نعمل تشريعات ووقف هذا العبث فنحن سوف نصبح خاسرين وكانت الورشة قد تناولت على مدى يومين بالإضافة إلى تعزيز دور السلطة المحلية في دعم المؤسسات العاملة في مقالي الثراث الثقافي من خلال تفعيل القوانين الخاصة بحماية المعالم والمباني التاريخية والأثرية تناولت عددا من المحاور التي ستسهم في رفع الوعي حول أهمية التراث الثقافي والحفاظ عليه بالتعاون مع الجهات والهيئات العاملة في هذا المجال لبيب شهاب لقناة عدن الفضائية على عاصمة الموقعة عدن نفذ شباب متطوعون لأجل حالمين حملة نظافة لشارع العام بعاصمة المدرية حبيل الريدة وشهدت الحملة التفافا شعبيا وحضورا من قبل الشباب الفاعل الذين شكلوا تلاحما شبابيا يحتذى به الحملة التي نفذها شباب لأجل حالمين شهدت رضا وارتياحا كبيرا من قبل المواطنين الذين أشهدوا بجهود هؤلاء الشباب وشكروهم على هذا العمل الذي يدل على حبهم لمدريتهم وحرصهم على إظهارها بمظهر جمالي اللعق من جهة أشهد مدير مكتب الصندوق نظافة بالمدرية باسل النسري أشهد بالشباب وبنشاطهم الكبير وحماسهم الطوعي لخدمة المدرية مثمنا الجهود التي قاوم بها وداعيا للاهتمام بمثل هؤلاء الشباب وتشجيعهم ودعمهم نهاية النشر أشكر لكم وطيب المتابع للقاء اشتركوا في القناة